الآن الفنكشن ريفرنس أمامك فيه الموديولات ذكرنا فيه الموديولات الآن قد نامك الموديولات هذه كل موديول قلنا فيه مجموعة الدول تأديها رضمعيا مثال ZIP أو ZIP LIBRARY اللي هي خاصة بإيش؟ خاصة بالملفات المضغوطة كمثال توضيحي فقر لاحظة الآن بداخلها إيش؟ داخلها بقى الأشياء اللي تخص فيه كلاس اسمه ZIP ARCHIVE وفيه اللي هي ZIP FUNCTIONS شوف الآن هذه التعامل مع لفات وين ZIP وأشياء زي كده وبألم اللي تكون عفوا امتدادها .ZIP لاحظة الآن شوف نعطيك الدول للتعامل هذه الدول الآن ZIP CLOSE, ZIP ENTRY CLOSE, ZIP ENTRY COMPRESSED SIZE هذه الدول تتعاملك مع ملفات الامتدادة .ZIP من إنتقراها تفك الضغط عنها تستخرجها هذه دلالة على إنه PHP كبيرة هذه دلالة على إنه PHP كبيرة طيب اللي نبغى نوصل له الآن إنه الموديول طبعا عفوا إنه الموديول في نوعين من الموديول النوع طبعا اللي تيجي مع PHP نوع مفاعل بشكل تلقائي يعني جاي مع اللغة ويشتغل على طول لو استخدمت دوله نوع يجي مع اللغة ومو مفاعل في نوع ثالث بعدين نشوفه إن شاء الله النوع الثاني يجي مع اللغة نفسه ويتحمل عندك على الجهاز لما نتركب PHP لكن ما يشتغل لازم تفاعله فكيف أعرف الأكستنشنز المفاعلة اللي جاي مع اللغة ببساطة تروح على الإديتور تكتب في PHP في كود PHP تكتب PHP info دالة PHP info لاحظ لعن شغل شوف الآن طلع عليك معلومات عن الفيرجن اللي شغاله لاحظ هنا ش مكتوب عندك شوف الآن بي سي ماث هذا موديول خاص بالرياضيات وليش هذه بي زي تو طيب طيب تبع الضغط وليش هذه كالندر شوف اسمها الموديول اللي شغاله مع اللغة شايفها طبعا كل واحد له تفاصيل وخصائصه كل واحد له شوف جايسون آي ماب وانت ماشي مايسكيل وغيرها مايسكيل آي لاحظ إذا أنت مثلا طيب لو كان لو أنت كتبت دالة لموديول مو مفاعل أو مو شغال هيعطيك إرور يقول لك دالة مي موجودة فنحتاج أننا نحتاج أن يكون الموديول مفاعل بس هذه عشان يكون عندك معلومة لو حصل أنك استدعيت دالة ويعطاك إرور طيب لاحظة الآن الموديول تبع XML tokenizer XML writer XSL وكذا خلاصة الكلام لازم تعرف أنه إيه أنه في نوع من الموديول شيء مفاعل وشيء غير مفاعل يأتي مع اللغة والنوع الثالث طبعا النوع الذي يأتي مع النسخة النوع الثالث هنتكلم عنه في موضوع منعزل بإذن الله تعالى وهذه خلاصة موضوع الموديول وأنواع الموديول صلى الله وسلم على السيدنا محمد وعلى الله صحبي أجمال شكرا